ولا يرضى الأكارم بالفتات أريد الورد عادم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم في عالم يموج فيه أو تموج فيه الإفتراءات والأكاذيب والإشاعات التي شردت بالناس عن الحق وعلى الثبات عن الطريق المستقيم ولماذا أمرنا الله بالصدق أولا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وطلب إلى عباده أن يبنوا حياتهم على الحق فلا يقول إلا حق ولا يفعل إلا حق والحيرة التي يعيش فيها البشر والشقاء الروحي والعقل والفكري ترجع يرجع بهم إلى أنهم ذهلوا عن هذا المرجع الواضح الأصل الواضح وهو الارتباط بالحق والعيش بالحق قولا وفعلا وزيادة على ذلك تسلط الأكاذيب والأوهام تسلطت على أنفسهم تسلطت على أفكارهم فأدى بهم أنهم يبتعدوا عن الصراط المستقيم وكما ذكرت شردت بهم عن الحقائق والالتزام بها من هنا من هنا كان التمسك بالصدق في كل شأن وتحريه في كل قضية والمصير إليه في كل حكم هذه دعاية ودعامة ركينة لخلق المسلم في خلق المسلم وهي الصبغة الثابتة في خلق المسلم وفي سلوكه وبناء المجتمع أساسا يكون يعني في أساس على الصدق ويحارب الظنون وينبذ الإشاعات هكذا جاء الإسلام جاء ليبني مجتمع قائم على الحقائق بعيدا عن الظنون بعيدا عن الأكاذيب ينبذ ويطرح الإشاعات والريب فالحقائق الراسقة وحدها هي التي يجب أن تظهر وتغلب وأن تعتمد في إقرار العلاقات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث شوف يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الظن أكذب الحديث الظن أكذب الحديث وقال في حديث آخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما لا يريبك يعني حاجة تشك فيها ونسيبها اذهب إلى الحقيقة إلى القطع فإن الصدق أطمأنينة والكذب والكذب ريبة كما قال عليه الصلاة والسلام بل يعني نعى على أقوام يجرون وراء الظنون نعى على أقوام و وبخهم و عاتبهم نتيجة جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم بالخرافات وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب لذلك قال سبحانه إي يتبعون إلا الظن ومات هو الأنفس حاجة رغبها هو ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى هو الحق وما لهم به من علم في آية أخرى إي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولذلك الإسنام لاحترامه الشديد للحق طارد الكذبين طاردهم و شدد عليهم النكير وأمرنا بمحارمة الكذبين وأمرنا بالتحذير منهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليش نقول كان النبي وكان النبي وكان النبي لأن أي مسلم طبيعي بإسلام و بإيمان يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحياة قدوات كثر وحدين أئمة يدعون إلى النار وأئمة يدعون إلى الجنة انت اختار قدوة وإمام إمامك الأول هو الذي اختاره الله لك بإيمانك وإسلامك بدون أي تصنيف أنت العيد من ولا ترجع من ولا كيف تفكر ولا في حزب كذا لا لا بسيط مسلم بسيط مسلم رضي بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمدين صلى الله عليه وسلم نبيا و رسولا لكن هذا المسلم يجيه غفلة يجيه قلة وعي يجيه جهل بدينه لا يعرفش يحسب الدين ما اعتاده لا رأى يا حبيبي يرى في قضايا كبيرة في حياتك و في حياتنا جميعا هي من صلب الدين والله سألنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام عندما أذكره هو قدوتك هو الأسوة هو المثل الأعلى فلما يروي لنا الصحابة أو يذكر لنا القرآن شيئا فأنا أرعيها سمعي و أنتصب بقلبي أستقبل لأنفذ هذا حبيبك صلى الله عليه وسلم تقول عائشة في بغض النبي للكذبين و يطارد الكذبين قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من خلق باحض أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكذب وما اطلع على أحد من ذلك فيخرج من قلبه يعني لما يعرف أنه واحد كذب و يكذب يخرج من قلبه معناه ما عاش عندما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه قد أحدث توبة سبحان الله لحتى يتأكد أنه قد تاب عن كذبه و في رواية ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب و لقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه منه شيء حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة طبعا هذا ليس غريبا و لا غروة في ذلك لأن السلف الصالح كانوا بإيمانهم يتلاقون دائما و يجتمعون على الفضائل و القيم النبينا و يتحارف بها فإذا أساء أحدهم السيرة و حاول أن ينفرد بمسلك خاطئ و يسير في طريق خاطئ بعمله هذا و الكذب يصير منظره نشازا هو كالأجرب بين الأصحاء كالأجرب الكذاب بين الصادقين و بين الفضلاء كالأجرب بين الأصحاء فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من علته و المعالم الأولى التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم هي صدق الحديث و دقة الأداء و ضبط في الكلام أما الكذب و الإخلاف و التدليس و الافتراء هذه أمرات النفاق و العياذ بالله بل هي انقطاع الصلة بالدين ما لكش علاقة بالدين الكذب ما لكش علاقة بالدين أو هو اتصال بالدين على طريقة أسلوب المدلسين و المفترين أي على أسلوب الكذبين في مخالفة الشرع و مخالفة الواقع لذلك يا إخوة الكذب هو الضد الصدق الكذب الرذيلة محضة تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها وتنبئ وتظهر أيضا عن سلوك يعني ينشئ الشر إن شاء و العياذ بالله و يندفع إلى الإثم اندفاعا من غير ضرورة ولا طبيعة قاهرة يعني قد يلتبس بعض الناس بأمراض إلا الكذب يا إخوة إلا الكذب يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن لإنسان أن يكون مؤمن يجتمع معاه كذب لا عذر ألبت مطلقا لمن يتخذ الكذب خلقا و يعيش به على خديعة الناس في ناس عايشين على الخديعة خديعة الناس مستأجرين مؤجر يعني هو يقتات بالكذب عند صفحة الفيس عند قنوات فضائية عند ناس لئام يقتاتون على أيتام يقتاتون على موائد اللئام ما يهمهم شيء يعبدون الدرهم والدنار والشو والشهرة واللبسة الحلوة لكن في داخلهم بوار وهلاك كذبون يكذبون يقول لا يقول يقول يطلع في التفزين يقول كان ما يقول لش ما يعطيش فلوس عبد الدرهم والدنار و عبد السيارة الفارهة و عبد الشقة الجميلة اللي بيعطيها لا في أي بلد من بلاد اللي فيها القنوات هذين و عبد الفنادق و تذاكر السفر و عبد الله والشهوات و و إلى آخرية لا يمكن أن يجتمع كذب عن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كمان في الحديث الذي رواه مالا قال يطبع المؤمن على الخلال كلها يطبع يعني يجبل و يخلق على الخلال كلها يعني على الخصائص كلها إلا الخيانة و الكذب إلا الخيانة و الكذب و سئل عليه الصلاة و السلام أيكون المؤمن جبانا قال نعم ممكن يجتمع الإيمان مع الجبن يخاف خوار يخاف ممكن أيكون المؤمن بخيلا ممكن إيمان و فيه بخل لكن أيكون المؤمن كذابا قال لا شوفوا الإجابات هذه يا إخوة تشير إلى ما أسلفت الحديث عنه وبيانه من نوازع الضعف والنقص التي تخامر بعض الناس ثم يتغلبون عليها بعد لأي وتعب لأنه بمجاهدة طبعا يا إخوة كلما اتسع نطاق الضرر من إثرى كذبة يشيعها كذاب ويشيعها أفاك جريء كلما اتسع نطاق الضرر كلما كان الوزر عند الله أعظم طبعا الكذاب مش في مجلس بس كذب حشاكم يعني عشا السمعين يعني اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيس في التويتر في التليجرام في العالم الافتراضي السوشال ميديا مليان في القنوات في الراديوات في التزوير في تقطيع الأصوات في دبلج الصوت في اللعب به في آخره في أوراق المزورة لكن أنا أقول وهذه نصيحة أن كلما اتسع نطاق الضرر إثرى كذبة يشيعها كذاب أو أفاك جريء كان الوزر عند الله أعظم يعني مثلا الإعلامي أو الصحفي أو الصحافي الذي ينشر ألوف الأخبار باطلا قناة تكذب عن ناس شوف الكذب كيف دخل الناس يحروب مع بعضهم وتقاتلوا لأنهم زيفوا الحقيقة كم من مدن دمرت يعني شوف الحرب اللي في بلادنا قائمة على الكذب صراع السلطة لكن كذب أدى به لناس ماتوا وقطعت تأيمت نساء فقدت أزواجها وترملت وتيتم أطفال والأمهات الثكلة والجرحة والمقطوعين والأمراض النفسية والعقد وإلى آخره والانهيار كل من أجل حكم لكن هم استغلوا الكذب والدعاية الإعلامية دواعشة ومشعف شنو حدوا وحدين مهابيين فين حدين عندهم أطماع شواء جهوية أو قبلية أو جايين يسرقوا جايين كذا يعني حشاكم حياتهم كلها في الضلال وفي من بيش نقول كلمة احترامة لما سامعكم وليس يعني كلام الشوارع عظم نحن نتحفظ أن نقوله لكن ما تربينا عليه ولا يأمرنا ديننا به يعني هم عايشين على عياذ بالله قلة الأدب وقلة الحياة ويقتاته بالسرقة وكذا وفي ناس يحسبوها جهات صح نتيجة كذب الإعلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يحذر من خطورة الكذب الذي يكون كلما زاد أثره وضرره كلما عظم عند الله عقابه الإعلامي اللي يطلع ويكذب عن الناس وظوم كذا وظوم كذا ويجيب الصور ودبلج ويقطف يا يا لطيف والسياسي الذي يعطي للناس صور مقلوبة على المسائل الكبرى وتشوف ناس تكاترة وساتذة جامعات عندهم عقد نفسية وجهوية وعصبية جاهلية وإلى آخره وطالع بعد ذلك القرواطة واللبسة وحطينا المكب يابويا ومسحينا وجيهة وشدينا له وفتحينا عويناتا لكن يهرف بما لا يعرف ودخل الناس في حي صبيس ودخلهم في دم لأن الناس ما يتوقعوش واحد مقروطكي وهو أستاذ جامعي ويشهد له بالبنان وقالي في أمريكيا وقالي في بريطانيا وقالي في فرنسا أن يكذب عن الناس يكذب يقول لك السياسة كذب فن الكذب مش فن الممكن فن الكذب يعني فن الكذب ويقلب الأمور ويموتوا شباب ويضيعوا وهو يخذ بالدولارات وعيش هذا الكذب يا أخوة هذا الكذب الذي هو لغرض لغرض ويسق التهم للفضلاء وتشويهم هذا الكذب الذي يرتكب يكون أشق على أصحابه وأسوأ عاقبة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الطويل من حديث الرؤية التي رأاها قال ورأيت رجلا مستلق على قفاه حديث في البخاري يعذب في البرزخ مستلق على قفاه وآخر قائم وبيده كلوب كلوب اللي هو الحديدة وفيها وجاج في آخرها بحيث تقطع فالقائم بكلوب يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره هذا المستلقي واحد واقف يعذف فيه يعذف فيه بهذا كلوب يشرشر شدقه هذا الشدق نهاية الشفاء هذا الشدق إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يذهب للشق الآخر ويفعل به كما فعل بالشق الأول ثم يعود الأول ويفعل به كما فعل أولا من شدقي لقفاه ومن خاره لقفاه ومن عينه لقفاه ويقول منظر هذا قاعد يعذب الآن عذب البرزخ فقلت فقلت سبحان الله ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق أو ملكان ابتعثاه ثم أخبره وأما أما الذي رأيته الملكين يخبروا في النبي أما الذي رأيته يشق شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فذلك كذاب يقول الكذبة فتحمل عنه في الآفاق حتى تبلغ الآفاق فهكذا يفعل به يوم القيام والعياذ بالله طبعا من قبيل ذلك كذب الحكام على شعوبهم فكما يقال كذبة المنبر بلقاء مشهورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يدخلون الجنة حديث خطير ثلاث لا يدخلون الجنة من هم يا رسول الله الشيخ الزاني يعني كبير وما زال عايش في ضلالة الأول عوذ بالله خلاص طيب تول واحد لما يقبل يطول به العمر يسيب الخمر يسيب التصاب ويسيب يعديهم سكلة سبحة والله يعدي حج والله في ناس إلى العمر هذا وما زالهم مهابين مهابين ما زالوا في في ضلالة الأول في ضلالة الأول مزال يقول لا هذا الشيخ الزاني هذا لا يدخل الجنة طيب والإمام الكذب هو العائل المزهو يعني الفقير المستكبر هو فقير ويتكبر عن الناس هذهم ثلاثة أمره والعياذ بالله الإمام الكذب الذي يعني يتصدر للناس أنه زعيم وأنه كذا ويكذب عن الناس ما يقولش في الحقيقة تعاليش تكذب أنت عندك القوة وعندك كل شيء يقول الحقيقة فهذا أيضا من الكذب الذي ينافي الصدق الذي أمرنا الله به ولا شك أنه من أقبح الكذب الكذب على دين الله هذا من أقبح المنكرات أو نسبة شيء إلى الله أو إلى رسوله ولم يقل أو سياق النصوص على الخصوم في سوق النصوص الشرعية على خصم السياسي مثل يقول لك هذا هم خوارج هذا هم كذا وأنا مرة شفت شفت مقطع يسأل فيه واحد مداخل قال له أنا والله يقعد في بيوت المهجرين والدواعش اللي يقولوا عليهم دواعش هذوما وزوجتي معاش اللي يقعد في الحوش وقالت يا هذا محوش مكتصب وكذا وجابيني اثنين لحاهم كبيرة ما شاء الله لكن لا عليهم نور العلم ما نعرفهم شي يعني حتى أنا أنا من بنغازي ما نعرفهم شي صراح يعني من ابن المدينة وأسألوا الناس يعني ومشايقها وعلمائها وحفاظهم يعرفهم حتى بس هم هكي يدينوا في اللكنة هكي وهذا قال لف ويدور تقول الحقيقة يا رجل قال لك أهل الاقتصاص إيه لا أهل الاقتصاص يا رجل يا رجل تكذب على دين الله يا رجل تقول ما الله أعلم يا سيدي دب بالراس تقول لا سوف نراجع الجهات اللي اقتصبت ونشوف وقل نصيحة قل نصيحة وادعو للمصالحة وادعو للحقيقة وادعو للمصالحة الناس وحقن الدماء وترجع البيوت إلى أهلها مش يقول لك لف ودار وكذا وكذب وقال هذا ينظر فيه لولي الأمر ولي الأمر يا رجل حرم عليك تكذب على من أنت تكذب على من أنت والله لن تغني عنك من الله شي لا هذه اللبسة العربية ولا وانا ما لسه بصدد الحديث عنهم لكن هذا الكذب على الدين والكذب على الفتاوى المستوردة وهم ليسوا بها الفتوى يعني صح سمت ظاهر يعني لحية وكذا واللبسة وعربية لكن سنك لا تسمحش أن تتكلم في الأمور هذين ما زال يا أخي هذين أمور كبار قل الحقيقة وادعو للمصالحة وقل اخرجوا من بيوت هذه البيوت المغتصبة هذه بيوت الناس بيوت أبناء المدينة وصرقتموها وحرقتموها وهجرتموهم والحق أبلج والباطل لجلج قل الحقيقة خليك شجاعة في النهاية قل أنا لا أعرف هذه حولوها للجلة الإفتاء والله أي حاجة لكن تكذب هذا يكذب على دين الله من أكبح المنكرات والله واحد يقول خوارج ليس لهم توبة يعني قتلوهم وخلاص يدفنهم هذو ما خوارج 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 اللي يتكلم عليهم سيدنا علي هذو ما خروج في العقيدة لكن اللي يتقاتل فيهم إخوانك في الدين إخوانك نفس العقيدة من استقبل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم نفس الصلاة ونفس أركان الإسلام ونفس العقيدة ونفس ما فيش كلام خائفك في التوجه جيد حديث خوارج تسقط عليهم هذا كذب على دين الله هذا كذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلان وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لكن السبب إيش السبب أمراض ولا شك إن هذا ضرب من الكذب الفاحش ويعني عاقبته وخيمة ونتيجته هلاك على صاحبها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب كذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقهته من النار ويدخل أيضا في نطاق هذا الافتراء سائر ما ابتدعه الجهال وأقحموه في دين الله من محدثات لا أصل لها وعدها العوام دينا وما هي بدين ولكن له ولعب زي الفنون يديروا في فنون ويحساب رواحة من تقرب إلى الله بها ما يستحش والنبي صلى الله عليه وسلم نبع على ذلك حينما قال موجها أمته أن تتمسك بكتاب الله وسنته قال يكون في آخر أمتي أناس دجالون كذابون أناس دجالون كذبون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباءكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم حتى تعرف قيمة الصدق في الإسلام الإسلام يوصي أن أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها وتكون سجية وطبيعة فيهم عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما كانت طفلا قاعدا في بيتنا قال دعتني أمي يوما والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعالى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمر فقال لها صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة شوف بالله عليك الحرص على الصدق وتحريه وفي حديث آخر من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطيه فهي كذبة فانظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ننشي أولادنا تنشئة يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب ويبتعدون عنه بعض الناس يحساب هذه الأمور يعني تجاوزها يعني أشياء هينة وتوافة قال لي غير يكبر الطفل أبدا هذا يؤثر فيه بل قد مشت الصرامة في الإسلام في تحري الحق والصدق حتى تناول الشؤون المنزلية الصغيرة أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهي قالوا لا كولي والله ما عنديش نية بس هي عندها نية قالت لشيء تشتهي لا أشتهي يعد ذلك كذبا قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة سبحان الله تو أنت لما تقول حاجة لشيء تشتهي وتقول لا أشتهي شنو هذا هذا كذب ولذلك هذا كل من حرص الإسلام على تحرص صدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة سبيل الصدق البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه البر وين يوصلك إلى الجنة ما ممكننا نحن نبه الجنة بشوية صبر ولا يزال الرجل يصدق ويتحرص صدق يتحرص صدق معناه يتحمل يتحرص لأنه في بعض الحسابات يقول لك أطلع منها بكذيبة لا 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 يتحرص صدق حتى يكتب عند الله صدقاء وإياكم والكذب تحذير من الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرر الكذب فنان في الكذب كل يوم طالع يكذب كل يوم نزل في مستات يكذب كل يوم طالع في مقاطع وقنوات كذب لي لي وإشاعات وتزوير إلى آخره ويتحر كذب حتى يكتب عند الله كذب والعياذ بالله نعوذ بالله من الضلال ولذلك الشارع العظيم الذي أكرمنا الله به أحصى مزالق الكذب وذكرها لنا وأوضح سوء عقابها حتى لا يبقى لأحد منفذ إلى الشرود على الحقيقة أو الاستهانة بتقرير الحقيقة تحمل لأن قد يستسل بعض الناس الكذب ثم يكون عاقبته وقيمة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أولئك الكذبين الذين يعني يعني يبالغون يبالغون في تضخيم المحامد وأسمون أننا المطبلين المطبلين هؤلاء يضخم المحامد ويطوي المثال يعني أولا المدح هو ذكر الإنسان ما فيه من خير هذا يعني مرغوب يعني إذا كان الممدوح جديرا بالثناء فلا ينبغي أن نبالغ لكن نقول الحقيقة فيه ولا نطري إطراء يفضي بنا إلى كذب المحرم بل النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه قال لا تطروني أي لا تبالغ في مدح كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لأن هناك فريق من الناس معالي الشيء نقولها بوضوح يتخذ المدائح والأشعار والقصائد يتخذها بضاعة يتملق بها الأكابر عايش على أيوة يصوغ الشعر والقصائد والمدائح المطولة يعني واذا ولي مقالات فيكيلو الثناء جزافا ويهر بما لا يعرف حتى مش حتى يمدحه هو يمدح الكبير يمدح حتى جد السابع يقول لا جدك هذا وما فيش منه الكلام هذا مك ولا ويصفه بالكرم وبالشجاعة لكن تصف من تصف الشجاعة لأغبياء وخوارين ابتغاء عليش ابتغاء ايش ابتغاء عرض من الدنيا متاع من الدنيا وعايش يوكل في عياله هذا الشاعر وهذا المداح الكذاب عايش يقتات بها الطريقة وين ما يبرز واحد يلحقه ويقول قصيدة وهو طالع يتفت فولا شي هذا مسكين هذا وبعد ما يموت يقول لك أنا شاعر فحلا من شعراء حرام عليكم قلوا الحقيقة هذا الصف من من الاذناب الكذبة امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمطاردته نبيك صلى الله عليه وسلم وكرهم وكرهم حتى لا يرجعوا لتزويرهم للحقائق ونفخ من لا يستحق بل امرنا ان نعثر في وجوههم الخزي والحرمان قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة قال ابي هريرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحثو في وجوه المدحين التراب يعني شرح الحديث شرح الحديث المدحين هؤلاء شرح الحديث قالوا ان المدحين المعنيين هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة يستأكلون به الممدح هؤلاء شغلهم هذا شغلهم هما شغلهم اتخذوا مدح الناس عادة يستأكلون به الممدح فأما من مدح على الأمر الحسن والفعل المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على اقتداء به فليس هذا بمدح إذن الشعراء اللي غال عليهم القاقى والتطبيل بشي تفتفوا وعدوا كي شيطان ينزل عليهم سبحان الله كيف يجيبوا في هاي الكلام لكن منظرهم يعني قزيوا ذلك كتلة من الكذب والنفاق وقال لك شاحر ونفحل لا فحل ولا إلا مسكين لماذا أحثو في وجوه المدى حين التراب الكذبين لأن هناك حدود يقف عندها المسلم يقف عندها المسلم ويخرج من تبعة الملق والمبالغة والكذب والممدوح لما يطيح في نوعية أو هذا الصنف من الناس يعني يتلبس بالعجب والكبرياء من هنا كانت الخطورة يعني حتى لما تمدح أمدح بصدق لما تبلغش لي حتى لا تدخل في الكذب أيضا من الصدق أيضا الذي يجب أن نتحراه ومن الكذب الذي يجب أن نحذر منه يعني التاجر قد يكذب في في بيان سلعته وعرض ثمنها والتجارات اليوم عندنا يعني تقوم على على الطمع المبالغ فيه البائع يريد الغلو والشهر يريد البخص والأثر والأنانية هي التي تسود حركات التبادل في الأسواق والمحال ولذلك كريه الإسلام المبالغة أو في المعاملة الجشعة لماذا؟ لأنه يشوبها لغو ومراء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما قلت فيه عيب سكت فعسى أن يربحا ربحا ما وينحق الله بركة بيعهما والعياذ بالله فإن كذب فإن هذه رواية وفي رواية أخرى فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما واليمين الفاجر والله عطوني فيها كذا والله عطوني فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الفاجر اليمين الكذب الغموس يعني قال منفقة للسلعة ممحقة للبركة والعياذ بالله ممحقة للكسب يعني لأن بعض الناس يجيه مسكين هو يجيه للتاجر هو قليل الخبرة وسريع التصديق يصدق فمن الإيمان ألا تستغل سذاجة هؤلاء في كسب مضاعف أو تغطية عيب فيه لتقول له هذه بعشرين يشريها تقول له بمئة يشريها ولا يصدق أنت بإيمانك بالله سبحانه وتعالى تكون صادق كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كذب كما قال صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة خيانة عظيمة كبيرة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كذب وجاء في حديث آخر لا يحل لمرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به هذا حديث البخاري لا يحل لمرئ المسلم حرام عليك اتق الله لا يحل خليك صادق وكونوا مع الصادقين لا يحل لمرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به وذكر ابن أبي أوفة قال أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى طيب ليوقع فيها رجل المسلمين عطوني فيها كذا وعطوني فيها كذا هذا رجل يبيع فإبال يقول عطوني فيها وحلف بالله أنه أعطي فيها كذا ما لم يعطي غير آه فأنزل الله قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الحلف باليمين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يا لطيف يا لطيف أيضا من أشنع أنواع الكذب يا إخوة الشهادة من شهادة الزور يعني الحيف في الشهادة من أشنع الكذب يقول لك كم تعطيه من أشهد الزور قال الله ينشهد الزور والذي عمي تبين ماشي أنت فالمسلم الذي لا يبالي إذا قام بشهادة ما أن يقرر الحق ولو على أدنى الناس منه ولو على أحبهم إليه لا تميل به قرابة ولا عصبية ولا تزيقه رغبة أو رهبة ولا طمع هذا هو المسلم الحق مثل ما نعطيك مثال تزكيط المرشحين لمجلس النواب أو تزكيط المرشح لمنصب مناصب العامة هذا نوع من الشهادة لأن بعض الناس يشوف واحد مرشح روحه يكتب في البصد متاعه والله ما علمت عنه إلا خير والله يا راه بالك أي إنسان انتخب مغموطا ليس له وزن ولا كفاية ولا أمانة وعارف بيحقق مصلحة يحققه مصلحة من خلاله هذا كذاب وقال زورا ولم يقم بالقسط ولو لباس أحسن قروات وأحسن بدلة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أمر من الله وتوجيه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لا تتبع الهوى اعدل وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر في كبائر في أكبر الكبائر قلنا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وكان متكئا فجالسا وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت يا إخوة التزوير كذب كثيف الظلمات التزوير واللعب على خيارات الأمة وخيارات الناس كذب كثير الظلمات هو لا يحجب الحق ولا يكتب الحق فعسب بل يمحقه ليثبت مكانه الباطل وخطره على الأفراد وعلى المجتمع بل خطره على الأمم في القضايا العامة شديد ووخيم ومبيد أن تتخيل يعني تزكي إنسان ليس أهلا لأن يقول هذا كذب بعيد عن الصدق ومن هنا خوف النبي صلى الله عليه وسلم منه على هذا النحو الصارخ ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا ويكررها حتى الصحابة قلن ليت وسكت تغير في ذلك يا إخوة الصدق في كل شيء يشمل الحياة كلها والصدق أيضا يعني في الوعود في الكلمة يعني الله سبحانه وتعالى ذكر نبيا مبرزا في هذه الصفة واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية أشياء كثيرة يعني حتى في الآية التي ذكرناها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صادقا يصلح لكم أعمالك وشوفوا الثمر صلاح العمل ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونجح أي مجتمع أي أمة مرتبط يعود إلى جملة ما يقدمه بنوها من أعمال صادقة ثروة المجتمع في العمل الصادق المجتمعات التي تطير وتسبق سبقا بعيدا هي التي تحافظ على منظومة القيم كما ذكرت لكم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار لذلك الفجور الذي أدمن الكذب هي يدل على ضيعة النفس والعياذ بالله ويدل على ضياع الإيمان ابن مسعود يقول لا يزال العبد يكذب ويتحر الكذب فينكت في قلبه نحن يعني يكذب ويتحر الكذب كل ليلة طلع لك يكذب لك باي فينكت في قلبه نكت سوداء حتى يسود قلبه أنا نقول في وحدين هذا ما مكس قلوبه بالكذب بايك كذب صلعاء كذبة منبر يعني يعني بلقاء مشهورة فتأملت في هذا القول في سبحانه الله كيف يسود قلبها معاش يشعر يذب الله يقسم فيكتب عند الله من الكذابين وهذا النوع يحق عليه قول الحق سبحانه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون يفتري يختلق الكذب لو كان مؤمن بآيات الله يكذب أبدا كان مؤمن بالله حقا أن الله سيحاسبه على قوله وعلى شتمه وعلى تزويره وعلى هل سيكذب أبد لأنه لا يؤمن إيمان سطحه إيمان الدعاء إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون يعني موضوع الكذب موضوع يعني خطير والصدق الصدق الالتزام به يدل على نبل الطبع وصحة الإيمان وصحة العبادة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كم يعني كان الكذب سببا لقطع الأواصر بش معقولة يعني يعني إعلامي ما عندهش أخلاق معروف ببذاتها ومعروف حتى في أخلاقها الشخصية واحد امتح حشيش واحد امتح مخدرات بعدين يطلع ويلبسوه يطلع كأنه هو الفاتق الناطق ويتكلم ويكذب وبعد ما يأدي دور يعدي يلعب كارطة ما زلت تصدق فيه مفروض أنت تراجع نفسك في في الخراب الذي أودى به هذا هذا الكذاب هذه رسالة خطيرة يا أخوة بهني نفسه ما ينضحكش عليه ما يكون اشتبع لا يبيع نفسه بالرخيص كيف ما يقوله طيب خليني أنا أشوف الرسائل التي وصلتني بسرعة طيب يعني هذه خلاصة الكلام يعني تذكير بهمية الصدق وكونوا مع الصادقين الصدق يبي صبر يبي صبر وتحمل يتحر صدق حتى يكتب عند الله صديق اثنين وعشرين اربعة وثمانين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيك بارك الله ستة وسبعين خمسة وخمسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا نسيت زكاة الفطر وعندي لكن نسيتها استغفرت طبعا تقول الله تستغفر يجب عليك قضاء زكاة الفطر لا تسقط زكاة الفطر فيجب عليك إخراجها خمسين وحد وتسعين طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يا شيخ الفاضي الدكتور السمن تعرف واللي عارف ما يتورى لا يتورى ويتذكر لكن من باب الاحترام جزاو الله خيرا يعني يقول والله كده طويل هذا كاتب أو حتى في الأخير كاتب سمحني طولت عليك يعني متفقين نفس الكلام اللي قدت يعني في فئة مزروعة في الأمة وتحاول تموه القضايا لكن كل شيء إن شاء الله واضح وإن شاء الله ربي نسأل الله سبحانه تعالى يسلمنا الحمد لله على نعمة الصدق والإيمان الحمد لله يا خمسين اقتصاب خمسين أقصد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك الله وخير شيء قد قبل الله ونفعلنا بعلمك بميزان حسناتك ابتلينا اليوم بخطابات ودعاة اختزلوا سلفية العقيدة والمنهج فيهم وفي من هم على شكلتهم تصدروا هذا يروا عند محمد بن سلمان إنه لك مقالات موضوع كيرا محمد بن سلمان صلح معه إذا ربي خداه من درعي في علم الله كم يب يعيش لنا لكنه ذراع لهم واضح كلام ليش حركة علمية ولا منهج علمي يعني نادي تسكي الرأس وين العركة وين كيف وسطها وربي يهدينا ويهديهم إن شاء الله لكنهم مش يعني محسوبين يعني إنهم أهل علم قال مساحة كبدي في البلعطة والله إن شاء الله مساحنا كبدك يعني وين مساحة كبدي لزمان ما سمعت الله طيب قال السلام عليكم من يسكنون بنغازي حاليا يقولون نحن عارفين كل شي لكن من بوش نقسم الصف تكبر على قول الحقيقة باي خلاص خليك هكي تبا يا ربي حسبت الحساب ولا شفت الإنسان يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله خايف من من الناس لا 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 خطأ كبير انتبارا طيب نشهد أن نحبك في الله يا شيخ وأهلي وأبي رحمه الله يعلم أنه يحبك حبكم الله الذي يحبب تنفيه ورحمة الله على أبيك وعلى كل المسلمين أو على أبيك جزاك الله وخيرنا دكتور وجزاك الله نحاول نسلم عليهم كل واحد ندروا لقي معه كيف ولا كونوا مع الصادقين كينون تقترضي الملازمة يلازم من التصب وصف الصدق كيف لا وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم 303 شوية بسعطون وقت قال محمد اغفير رحمه الله عقيد محمد رحمة الله عليه هذه بلطجة عليه وهذه الكلمة العيقونة كلمة الحق تكلفه كما قال أصلا الله أن يلحقه بالشهداء طبعا كلمة الحق تكلف وهذه هي الاختبار وعاش عزيزا ومات واقفا عزيزا وسيظل التاريخ يذكره ناهيكا لما عند الله سبحانه وتعالى عمر مختار وحربه وحدين من بني جلدته كانوا عند الطليان يشتغلوا لكن خلد الله عمر المختار ومات الذين حاربوه طيب ياريتني أنا درقنا عليه أسئلة كثيرة وخش علي المخرج يقول لي يلا توكل على الله ونأب نقول له حاضر ونقدرش نقول له لا هذا من طلع ليش الحلقة الجاية الله يفتع عليكم وإن شاء الله نصلا الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم ممن يستمعون القولة فيتبعونه حسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي فأقبل نحو رضوان المقيم وفوز في غد لا شك آتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة